السلام عليكم ارتفع سعر برميل الخام النفطي الامريكي الخفيف في التداولات الاسيوية بنسبة واحد ونصف في المئة ليكسر حاجز خمسة وخمسين دولارا ونصف الدولار بعد ان هبط بنسبة اثنين في المئة في جلسة التداول السابقة وعزي هذا الارتفاع العوامل في مقدمتها تصاعد حدة الاضطرابات الامنية في ليبيا كما عزز هذا الصعود امال بانتعاش الطلب على النفط في ضوء برامج انعاش اقتصادي جديدة في الصين واليابان وهذه قراءة في سعر خام برينت الذي كما ذكرنا يشهد ارتفاعا بدأها منذ التعاملات الصباحية تتأثر اسعار الخام كما ذكرنا بين عوامل سياسية على رأسها المخاوف من نقص الامددات جراء الاضطرابات في ليبيا هذا بالاضافة الى خطط الانعاش الاقتصادي القادمة من الصين واليابان التي تم تبنيها اخيرا تنعكس على اسعار النفط على الرغم من انه مازال دون حاجز الستين دولارا للبرميل لكنه يشهد بعض الدعم عند هذه المستويات ايضا الدولار في سوق العملات تشهد ثباتا في تداولات اخر اسبوع من العام 2014 اليورو منخفض امام الدولار الآن ثبات كان عند الصباح عند دولار وعا 22 سنت الآن دون هذه النقطة الدعم يأتي من عوامل عدة اولها ان بعض المستثمرون بعيدون قليلا على اسواق تحذيرا لعطلة نهاية العام وقام كثيرا منهم باغلاق المراكز المالية لكن هذا لا يعني انهم بعيدا من ترقب البيانات المهمة تحديدا فيما يتعلق بالسوق الامريكية بيانات الطلبات الاعانة واسعار اسكان المنازل ايضا فيما يتعلق باليورو الانتخابات خلال جلسة اليوم الرئاسية في اليونان ربما تضغط اكثر على هذه العملة الاوروبية الموحدة الى موضوع وشأن اخر تحديدا من ليبيا حيث دعا خبراء اقتصاديون الحكومة الى اتباع استراتيجية الدعم المباشر بدلا من اساليب الدعم المعتمدة او المعتمدة عفوا قبل الثوريات ذلك بعد ان تراجعت ارادات ليبيا من النفط بنحو 70% العام الجاري مقارنة بالعام الماضي ويقدر ما انفقته ليبيا على الدعم العام الحالي ما يقرب من 10 مليارات دولار يعتبر الوقود في ليبيا الارخص بين دول العالم بفضل دعم حكومي يصل الى 85% من قيمته لكن خبراء لا يرون ميزة اقتصادية في دعم السلع الاساسية لما يسببه من ارهاق للميزانية التي تكبدت عجزا هذا العام يقدر بنحو 16 مليار دولار هذه السنة الدولة الليبية صرفت على المحرقات فقط حوالي اكثر من 8 مليار دينار ليبي جل هذه الدعم جزء كبير منه ذهب لشريحة محدودة في المجتمع الليبي وهي الشريحة التي تقوم باستغلال هذا المصدر وتهريبة لدول الجوار اوصل مصرف المركزي الليبي باعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة وبينما تعترف الحكومة بضعف اداء موظفيها فانها تقول انها وفرت اكثر من ملياري دولار بسبب اجراءات منع ازدواجية الرواتب نحن الان امام تحديات كبرى اللي هي الميرات الاكبر لنظام استمر اكثر من 4 عقود مبني على هذا الفساد او اصبح هناك ارتباط عضوي بين المنظومة الادارية الموجودة في تلك الفترة والفساد باعتبار انه اهم مكونات ملحة القوة ومكونات بقاها يقدر فائض الصيولة في البنوك التجارية باكثر من 30 مليار دولار يرى خبراء امكانية الاستفادة منها في تمويل مشاريع الاسكان والبنية التحتية المتوقفة منذ قرابة اربع سنوات الى جانب الحاجة لتأهيل نظامي الضرائب والجمارك الذين تراجعت ايراداتهما الى 7% اكثر من 30 مليار دولار خسرتها ليبيا هذا العام بسبب تراجع ايرادات النفط مقارنة بالعام الماضي مما دفع البنك المركزي الليبي لدعوة الحكومة الى تغيير سياسة الاعتماد على النفط في ميزانيتها وهي دعوة قد تطالد دعم السلع الاساسية والمحروقات سامر علاوي الجزيرة طرابلس نهاية فقرة الاقتصاد دعوة اليك محمد تفضل مستويات ايضا الدولار في سوق العملاء تشهد ثباتا في تدولات اخر اسبوع من العام 2014 اليورو منخفض امام الدولار الآن ثبات كان عند الصباح عند دولار وعا 22 سنت الآن دون هذه النقطة الدعم يأتي من عوامل عدة اولها ان بعض المستثمرون بعيدون قليلا على اسواق تحضيرا لعطلة نهاية العام وقام كثيرا منهم باغلاق المراكز المالية لكن هذا لا يعني انهم بعيدا من ترقب البيانات المهمة تحديدا فيما يتعلق بالسوق الامريكية بيانات طلبات الاعانة واسعار اسكان المنازل ايضا فيما يتعلق باليورو الانتخابات خلال جلسة اليوم الرئاسية في اليونان ربما تضغط اكثر على هذه العملة الاوروبية الموحدة الى موضوع وشأن اخر تحديدا من ليبيا حيث دعا خبراء اقتصاديون الحكومة الى اتباع استراتيجية الدعم المباشر بدلا من اساليب الدعم المعتمدة او المعتمدة عفوا قبل الثوريات ذلك بعد ان تراجعت ايرادات ليبيا من النفط بنحو 70% العام الجاري مقارنة بالعام الماضي ويقدر ما انفقته ليبيا على الدعم العام الحالي ما يقرب من 10 مليارات دولار يعتبر الوقود في ليبيا الارخص بين دول العالم بفضل دعم حكومي يصل الى 85% من قيمته علق باليورو الانتخابات خلال جلسة اليوم الرئاسية في اليونان ربما تضغط اكثر على هذه العملة الاوروبية الموحدة الى موضوع وشأن اخر تحديدا من ليبيا حيث دعا خبراء اقتصاديون الحكومة الى اتباع استراتيجية الدعم المباشر بدلا من اساليب الدعم المعتمدة او المعتمدة عفوا قبل الثوريات ذلك بعد ان تراجعت ايرادات ليبيا من النفط بنحو 70% العام الجاري مقارنة بالعام الماضي ويقدر ما انفقته ليبيا على الدعم العام الحالي ما يقرب من 10 مليارات دولار يعتبر الوقود في ليبيا الارخص بين دول العالم بفضل دعم حكومي يصل الى 85% من قيمته لكن خبراء لا يرون ميزة اقتصادية في دعم السلع الاساسية لما يسببه من ارهاق للميزانية التي تكبدت عجزا هذا العام يقدر بنحو 16 مليار دولار هذه السنة الدولة الليبية صرفت على المحرقات فقط حوالي اكثر من 8 مليار دينار ليبي جل هذه الدعم جزء كبير منه ذهب لشريحة محدودة في المجتمع الليبي وهي الشريحة التي تقوم باستغلال هذا المصدر وتهريبة لدول الجوار